إذن متابعينا الكرام هذا الصورة الكارتية اللي كتوفوا الآن أمامكم عليها صارة الشاشة يتم متداولوها الآن من قبل إعلام حضيرة الجزائر والأبواق الإعلامية دياله لترويج مجدداً للأكاديب والإشعات والخرافات قال لك سيدي بأن وليد الصادي في المؤتمر ديال كونغرس ديال الفيفا التقى مع رئيس ديال الكاف اللي مبقاش الآن مختطف ومبقاش عامل للمغرب ومبقاش عامل للقجع ومبقاش القجع وليك تحكم فيه ومبقاش المغرب وليك تحكم فيه قال لك يلتقى مع والد الصادي ووالد الصادي سمعوا الهضرة قال لك سمعوا الهضرة تكلم له على القضية ديال الخريطة ونضط بركان وكيف يدرسوا في حق الفريق الجزائري ماشي معقول وقال لك شمنهم قال لك موت سبي يعترفوا بالخطأ قصنا بالله علي العظيم هاتش اللي مكتوب في الإعلام ديال حضارات الجزائر قال لك موت سبي يعترفوا بالخطأ والكاف تعترفوا بالخطأ وهذه تتراجعوا على الخطأ وغادي نصفوا الفريق الجزائري أهما بدأوا في فيلم جديد دح دوحي لبردعة البوصبعي وللدحك على البوصبعي والاستحمار البوصبعي اللي هو أصلا مستحمار ونعطيكم أحد العناوين من جريدة الخبر الجزائرية أحد كبريات الأبواق ديال نظام حضارة الجزائر شوش العنوان اللي كاتبين الكاف تعترف بالخطأ وديرين هاد الصورة اليتيمة ديال والد الصادي مع مدسبي دبا أصبح التقاط الصورة مع مدسبي إنجاز أصبح التقاط الصورة مع مدسبي إنجاز بالنسبة للنظام حضارات الجزائر وللاتحادية الجزائرية لكورة القدر وكيروجوا من خلالها أكاديب وإشاعات أعطيكم مكتوف هذا المقال لكي تضحكوش شوية قال لك يا سيدي خرجت القضية الجزائرية مرفوعة المرفوعة لمحكمة التحكم الرياضي بلوزان من طرف الفاف منتصرة في مؤتمر الفيفا يالاطيف 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 هذا ليس لقي هذا ديناصور قال لك خرجت منتصرة من مؤتمر الفيفا بالعاصمة تايلانديا بنكوك بعد أن انتزع الرئيس والد الصادي اعترافا رسميا بارتكاب الكاف لخطأ جسيم باعتماد قمسان نادي ناداس بركان وعليها خريطة بين قوسين وهمية قال لك تغتصبوا الأراضي الصحراوية لا حاولوا أنا قواتل قال لك شو سمعوا 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 القذارة التي يتم حشوها داخل الدماغ التافئة قال لك سيدي وقد اغتنى موليد الصاد فرصة مؤتمع الفيفا لطالب مقابلة شخصية مع رئيس الكاف الدكتور باتريس موتسيبي لا يوجد سميته مختطف من طرف القجاع او عمل القجاع او كانوا يقولون عنه الكلب القجاع او لم اعرف ماذا لا 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 هذا هو الدكتور باتريس موتسيبي الذي وافق على الفور وجر اللقاء بمكتب تم تخصيصه لموتسيبي بالفندق أنا الصورة مبتلية فيها لمكتب لي أنا الصورة إلى شو سياء سيبالي موتسيبي كندايز وهذا وقفه قال لك سأخذ معك شي صورة موتسيبي كندايز قام على وقل المفرد صوت هنا حيث كانوا يصحاب له شي معجاب أو شي واحد التقت مع الصورة ولم ترى إعلام الحضارات الجزائري خرج منه فيلم قال لك الكاف تعتدير وموتسيبي يعتدير و الفاف الاتحادية الجزائري للكورة القدم خرجت منتصرة ومعرفت ماذا وذلك لديه فيلم فيلم صورة خرجوا منه فيلم زي قال لك وجر اللقاء الذي أقام فيه رفقة الأعضاء حيث جرى الحديث بحضور الأمين العام للكاف فيرون أمبا من جهة والأمين العام للفاف نادير بوزناد من جهة أخرى ولم يدخل رئيس الفاف أي جود لإحراج متسبي بالحقيقة الصادمة يا لاطف يا لاطف يا لاطف يسيطر عليها بلد واحد يا لاطف يا لاطف قال لك أن الهيئة الكروية القرية يسيطر عليها بلد واحد دبا شوفوا شوفوا دبا وقفوا متسبي تصوروا معها قالوا له بأن الكاف يسيطر عليها بلد واحد دون أن يذكره الصاد بالاسم آآ مباشق مباشق للمراء المرك ولا يسيطر على الكاف غير أن متسبي وهو يستمع للحقائق استوقف صادي ليقول تقصد المغرب ليرد رئيس الفاف بالتأكيد شو شو أنا عاود لكم أنا عاود لكم والله يتزمزوا بالدح قال لكم ولم يدخل رئيس الفاف أي جود لإحراج متسبي بالحقيقة الصادمة بالتأكيد على ما سمعه أن الهيئة الكروية القارية يسيطر عليها بلد واحد دون أن يذكره الصاد بالاسم غير أن متسبي وهو يستمع للحقائق استوقف صادي ليقول تقصد المغرب ليرد رئيس الفاف بالتأكيد أعلم اللهم أعلم هذا الإعلام بحقوة الحضارة الجزائر لا حول ولا قوة لبالله لا حول ولا قوة لبالله شفتوا صورة صورة شنو خرج منا يا ربي السلام والله لو اعراض قال لك والله ما بقى لي ما نقول قصما بالله ما بقى لي ما نقول مش هدوا عيشين معنا في نفس العالم ولا عيشين في عالم آخر لا يتبعوا لها البوصبعي اللي كتماعياتش وش دعية كتيق ما كحاولش يخدمش شوية عقله ما كحاولش يقول واراود دراكت الصح مروفينة بارك علينا من تبهديل الأكثر من ذلك هذا موتسبي هذا اللي كنتو كتقول عليه عامين وتابع لي المخزان وتلقى راشها وازمين المخزان دباولا دكتور مبقى سميتو العامل ديال اللقجع يا راتيش يا راتيش يا راتيش ولم يتوقف صادق عند هذا الحد بل راحة يتحدى الكاف راحة يتحدى الكاف بالتأكيد على أنه تم تدوس على القانون مع صدق الإصرار والترصد وبقوله أمام موتسبي وفيرون لجنة المسابقات تقول بأن اعتمدت القمصان أريد منكم استدهار محضر الاجتماع الذي يتبت ذلك ويؤكد أريد منكم استدهار محضر الاجتماع الذي يتبت ذلك ويؤكد بأن اللجنة فقط رسميا على اعتماد الخارطة التي تقتصب فيه المغرب الأراضي الصحراوية ماذا يتبعون معهم؟ ماذا يتبعون معهم؟ ماذا يتبعون معهم؟ القمص منذ بداية الموسم يتلعب به يالجماعة، يالمكلخين، يالحماق، يالأميين، يالجهلة، كيف يجب أن يتبعون محضر؟ يقول لك أن يتبعون محضر الاجتماع الذي يتبت ويؤكد بأن لجنة المسابقات وافقت على اعتماد خارطة المغرب يا راطف هذا ليس سلوغية وبالمناسبة كاميرا لا يوجد هذا كامل فيلم دهدوحي خرجوا من صورة يتيمة هي هذه التي ترى الآن لم يكن هناك صارة الشاشة لكي يتبعون البوصباعي لا حوله ولا قواته لا حوله ولا قواته لا حوله ولا قواته واحد فيلم طويل يالأمي دعوهم يتبعون في البوصباعي لأنه ستخرج العقوبات بعد المباراة النهاية ستضمون بواقع آخر يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله ستفرقوا فيهم لذلك دعوهم يلعبوا على العاطفة ووالد الصاددار لأن الأربعاء المقبل ستترفقوا حتى ترفيق عالمهم على كل متابعين عن كرامات شيريكين والله لم سأخذ الوالدين تصورة خرجوا من نفينا أراكم في فيديو قادمة مع المزيد من التفاصيل شكرا 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 شكرا